نجمع اللحظة في القائمة ذي هو الاعتماد على سبع لعبين محليين لهنا التوجه نحسوه تبدل عن الناخب الوطني إذا كان بشو نقوله الفورما بعاد شوية حتى على المستوى لأنه مثلا في المستوى الأوروبي حتى تلعب تكون على البنك أو تكون في فريق أقل نيفو بعيد على نشوفه في تونس في نظام المجمواتين هذا والبطولة التي أصبحت الحقيقة فنيا لا تقارن بقية البطولات هذا رأي شخصي على مستوى التكتيكي أنا نفس الشي نشاطر أمين الرأي ماذا بينا نفهم المنتخب متاعنا التوجه متاعه كيف يكون بشي حافظ على طابع خاص معناه تجال القادر في هذه الدورة أم سيتعامل مع كل مباراة على حيدا والهنين نشوفه اللي شانجمون والليون التكتيكية اللي شفناه في آخر مباريات ثم أكيد بشنا طرح ويمكن على الناخب زاد بعض الأسئلة على غيرار حراسة المرمى هل ترى بش تم التغيير وقال بش يكون فم الحارس رقم واحد اللي استنسنا به الفترة الأخيرة اللي هو دحمان ونختم فقط معناتها على مستوى الغيابات ماذا بينا التبريرات الحقيقة تكون شافية وتكون واضحة اللي تخلينا احنا نقتنعه كم وتابعين ونشجعه المنتخب سيرتوه أنه إذا كمش تبدلتوه تجيب معناتها براتيك مو ثمانية ملاعبية ضد ما همش موجودين في الليليست الأخرين ما زالوا أقل من شهرين على الاشيانس متاعنا والكمبيتسيون لهنا بش نولي ونحكيه على الوتوماتيزم والامبيونس متاع المجموعة أكيد بش تتمس مهيش هي نفسها دونك مطالبين زادة بش يفسرون لنا الأمور هذية إن شاء الله نلقوا الإيجابات معناتها الشافية على هاتي الأسين عارب يأخوا في الكلبة وبعد تخليوا عمار وسامير أكيد بش يتفعلوا مع جلال أكيد مع بقية الحضور تفضل عارب وعاد الأمين وردوين أعطيهم صحة لخصوا القائمة أنا حابد ندخل ديريكت في صلب الموضوع اللي هو يعني فما صحيح اليوم فما غيابات فما لاعبين حب نحكي اليوم شوية اللي هما برزين اليوم في الساحة حتى خارج حدود الوطن عندك اليوم غيف صغير كان النجم يكون موجود ملاعبي أنا شخصيا معجب به ملاعبي عنده أربعينين يشوف يمين يسار يشوف عنده كل المواصفات بش يكون في القائمة عندك لاعبي آخر اللي هو سعد بغير من أبرز اللاعبين في الدولة السعودي عليه السعد بغير اليوم ونعرف وشنا ولي صغير قبل في الكواليس احنا مكتعرف اليوم اللي يتكلم معاش يرجع حمدي حربية ومرجعش السعد بغير مرجعش ونجيك نقطة أخرى اللي هي مهمة برشا اللي هو حنبال المجبري حنبال المجبري احنا تونس قلت 23 سنين خرج زوزم لعبي خرج عنده 2002 حاطم ترابلسي اللعب في جاكس وبعد سنين عشرين سنين أخرين واحد آخر اللي هو حنبال المجبري اليوم يلعب في ماشيس ريونيدت انا شخصيا بناك في الخليج من عاديش الوهدي بناك في الدولة الإنجليزية ومن عاديش الوهدي يلعب في الخليج هو تدفى جلال قادي قاعد يسمع فينا وأكيد مش يتفعل معنا على كل هذه الأسلحة المطروحة في علاقة بالقائمة بالمنتخب التونسي وحنا وقتنا نحكيه ونطرح هذه الأسلحة حتى تصير يعني نرى الرأي العام في كل ما عنده علاقة بالمنتخب التونسي خاصة أمام الموعيد والاستحقاقات الكبيرة والهمة التي تنتظرنا فاضر عربي هناك كما قال الرضوين لازم تبريرات هذا منتخب ملاعب في قيمة حنبال واللي قاعد يأتي فيه كي سواء يلعب ولا يلعبش ولا يعطيه في الكيميسونال لازم اليوم فما تبريرات نجي ما نجي في بلاتون قولك حنبال مجبري بتاتر عمال عرك أكلش معي تولوش بخ مينة زيدة تولي